استقبلت هيئة الدواء المصرية وفد وكالة تطوير الصناعات الدوائية بجمهورية أسباكستان حيث تم بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في شتى مجالات العمل الرقابي بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية وعلى هامش اللقاء تم اصطحاب الوفد الأسباكي في جولة تفقدية لمعامل الهيئة الرقابية بفرع المنصورية حيث تم استعراض الأجهزة الرقابية الحديثة والبنية التحتية المتطورة يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على التعاون مع الدول الأسيوية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات ودعم التبادل التجاري لزيادة نفاذ المستحضرات المصرية داخل الأسواق الأسيوية